بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى اهل صحابيها اجمعين. عزيزيزي مشاهدي قناة مشاهدة كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ان شاء الله امد المشاريع مربحة جدا والمشروع اللي طابت على القناة كتير. رغم ان احنا عملنا فيديو قبل كده. لكن كان من فترة سابقة طبعا. اسعار تغيرت والمواد الخامسة علىها تغير. فبالتالي احنا لازم ننزل فيديو جديد. عشان التغييرات اللي حصلت في الفترة الاخيرة. مشروع النهاردة ان شاء الله هتعرف على كاملة التفاصيل لكن بعد الانترو. اهلا محطاتكم مرة تانية ان شاء الله مشروع النهاردة من المشاريع السهلة واللي منكم تبدأ فيها برأس مال على حسب اه امكانياتك لان خلوط الانتاج متنوعة في خلوط الانتاج تبقى من خمسين كيلو تصل الى ثلاثة طن في الساعة لوحدة. مشروع النهاردة من اسهل مشروع اللي انت ممكن تبدأ بيها حياتك العملية مشروع انتاج السابون الصلب. مشروع انتاج السابون الصلب منتج طبعا مهم جدا منتج لاغنى عنه في اي بيت ولا اي شخص. هنكلم ان شاء الله بالتفصيل عن هذا المشروع كل ما يخص خطوط الانتاج بالتفصيل. كمان نتكلم على المراحل بتاعت الانتاج. كمان نتكلم على طريقة التصنيع. ان شاء الله بازن الله نتكلم في بداية على فكرة انشاء اه هذا المشروع. هذا المشروع فكرته هي انشاء مصنع الانتاج الصبون بدرجة عالية من الجودة واقل التكلفة. ومن اهم هدف المشروع احنا نستمر في الانتاج عشان نضمن زيادة في الارباح وتشغيل ايدي العاملة وبالتالي تقليل نسبة البطالة. اه المعدات المطلوبة وانا اصلا ابدأ بالمعدات لان عشان نفهم بقية المشروع لازم نفهم في البداية المعدات المستخدمة في هذا المشروع. عندنا الخطوط تختلف. فيه خطوط اه انتاجات قليلة وفيه الخطوط الانتاجية عالية. تبدأ بالخطوط الاقل الانتاجية ان تبدأ الخطوط عندنا من خمسين كيلو جرام في الساعة وخمسة وسبعين وخمسة وتسعين كيلو ومية خمسة وعشرين كيلو في الساعة. كل هذه الخطوط تندلك تحت الخطوط الانتاجية الصغيرة. بالنسبة ليه المعدات. المعدات هنا كلها مش بتختلف نفس المعدات لكن بتختلف في المواصفات الفنية. لان طبعا الخطة لبنتج خمسين كيلو وغير لبنتج مية خمسة وعشرين كيلو في الساعة. لكن هي نفس المعدات لكن تقاط انتاجية مختلفة. رقم واحدة عندنا خلاط آآ مزود ببلودر فارم. وده لخلط المواد الاساسية بتاعتنا اللي هنكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله فيه مواعد. وهي المكارونة وزيوت العطرية واللون. آآ الخلاط بيكون مزود ببلودر فارم. لان الانتاجية الليلة لا تتعدى المية كيلو في الساعة الواحدة. الحاجة التانية عندنا حجر تجانس. وده بيعمل على تجانس المكونات للحصول على نتيجة افضل. الحاجة التالتة ببلودر فارم وبار. بيعمل هذا البلودر على كابس الصابون وخروجه على هيئة مكارونة. وبار طويل زي ما حتكم شايفين في السرق قدامكم. الحجر الرابعة قطع يدوية دي بتعمل على تقطيع بار الصابون اللي قطع صغيرة حسب الحجم المطلوب. طبعا عندنا الاحجام هنا في آآ أقل من ميت جرام في ميت جرام في مية خمسة وعشرين في مية السابون على حسب او بتصبط القطع على حسب حجم المطلوب او الوزن المطلوب. الحاجة اللي بعد كده الصمبة بتكون نصف آآ 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 عالية ز patt Tmanyaan حاس وده علشان تشكيل قطع السابون يعني احضا بنقطع السابون اآ من البار الى اجزاء آآ صغيرة حسب الحجم وبعدين بيخش على الصمبة. الصمبة دي اللي تدينها آآ شكل الصابون في النهاية طب بالنسبة للخطوط الاعلى من كده الليها تلتمية وخمسين وخمسمية والطن في الساعة. نفس المكنات لكن بقدرة انتاجية اعلى. بيضافة الى بعض الاضافات وده علشان الانتاجية بتكون اعلى طبعا. فلازم يكون في فرق بين الخطوط الصغيرة وخطوط الكبيرة. يعني هي نفس المكونات الخلاط وبلودر حجر تجانس. وبلودر فارم هنا اللي بزيد معنا ان بيبقى عندنا بلودر تاني. ليه اتنين مطور زائد البار. حجر رابعة قطعة لكن بتعمل بشكل اوتوماتيك. بتعمل بيه النيوماتيك ودي بتكون مزودة بشاشة سبعة بوصة. الحاجة الخامسة الصنبة برضو اوتوماتيك لان طبعا هناك احنا الصنبة كانت تعمل بشكل يدوي. عليها خط من حاس وعليها شاشة برضو سبعة بوصة بالكامل. الحاجة اللي بعد كده بيبقى في زيادة تجميد زي تبريد. دول حاجتين موجودين في الخطوط الكبيرة. الحاجة اللي بعد كده عندنا بين كل مكينة ومكينة بيكون فيه سيور نقلة بطول تلاتة متر. كمان فيه ودول بيكون عدد اتنين سير. كمان فيه عندنا اتنين سير تاني. آآ سيور رفعة بطول ستة متر. يعني اللي بيفرق بين الخطوط الصغيرة والكبيرة ان آآ فيه سيور بين كل آآ 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 والتانية. سيور نقلة بطول تلاتة متر. وسيور رفعة بطول ستة متر. آآ خط الانتاج دا قم واحد خط انتاجي خمسين كيلو في الساعة. وزنه ستمائة وخمسين كيلو. بيحتاج مساحة سبعين متر. عدد العمالة اتنين آآ عمال فقط. القدرة الكهربية لقدت الخط حداشر كيلو وط. بيعمل على الكهرباء متين وعشر فولت وتلتمين وتمانين فولت. عدد ساعات التشغيل ستاشر ساعة بحد اخصى. يعني خط الخمسين كيلو ممكن يشغل معاك لمدة ستاشر ساعة مفيش مشكلة. الخط التاني عندنا خمسة وسبعين كيلو آآ في الساعة الواحدة بيحتاج مساحة تسعين متر. عدد العمالة تلات عمال. القدرة الكهربائية حداشر كيلو آآ وط. ويعمل على كهرباء متين وعشرين وتلتمين وتمانين فولت. وعدد ساعات تشغيل ستاشر ساعة بحد اخصى. طبعا آآ يعتبر نفس الخط في الجميع الموصفات مع عدد المساحة والقدرة الانتاجية بتاعته بتكون خمسة وسبعين كيلو في الساعة. الخط التالت اللي هو انتاجية خمسة وتسعين كيلو في الساعة الواحدة. وزنه تسعمية وخمسين كيلو جرام بيحتاج مساحة آآ حوالي ميت متر وعدد العمالة آآ اربع عمال. القدرة كهربائية لهذا الخط ستاشر كيلو وط في الساعة ويعمل على كهرباء متين وعشرين وتلتمين وتمانين فولت. وعدد ساعات تشغيل تقريبا بحد اخصى ستاشر ساعة. تقريبا نفس الخطوط كلها بممكن تشغل معاك لغاية ستاشر ساعة بحد اخصى في اليوم الواحد. طبعا دي يعني ساعات تشغيل عالية بالنسبة لهذا الخطوط. الخط الرابع خط مية خمسة وعشر كيلو في الساعة وزنه حوالي الف ميتين وخمسين بيحتاج مساحة عمل مية خمسة وعشرين متر. عدد لعمالة اربع عمال. القدرة الكهربية لهذا الخط واحد وعشرين كيلو وط يعني على الكهرباء متين وعشرين او آآ تلتمين وتمانين فولت. اعتبر ده اخر خط بيشتغل بالكهرباء متين وعشرين وتلتمين وتمانين فولت. لانه اخر خط في الانتاجات الصغيرة. يبدأ بعد كده الخطوط تلتمية وخمسين كيلو في الساعة الوحدة. وزنه حوالي الفين مية وخمسين كيلو جرام. يحتاج مساحة متين آآ متر. وعدد لعمالة اربع عمالة وخمس عمال. الخدرة الكهربية لهذا الخط خمسة وخمسين كيلو وط. وبيعمل على الكهرباء تلتمين وتمانين فولت. برضو السعادة التشغيل لهذا الخط تصل الى ستاشر ساعة بحد اقصى في اليوم الواحد. الخط اللي بعد كده خمسمية كيلو في الساعة الوحدة وزنه الفين ميتين وخمسين كيلو. يحتاج الى مساحة آآ تلتمية وعشرين متر وعدد لعمالة خمس عمال. والقدرة الكهربية لهذا الخط اتنين وتسعين كيلو وط. يعمل على الكهرباء تلتمين وتمانين فولت. الخط اللي بعد كده خط سبعمية وخمسين كيلو في الساعة الوحدة. آآ بيحتاج مساحة عمل من تلتمية وعشرين متر الى تلتمية وخمسين متر. والعدد لعمالة المطلوبة هذا الخط خمس عمال. آآ القدرة الكهربية تلتمين وتسعين كيلو وط. ويعمل على الكهرباء تلتمين وتمانين فولت. آخر خط معنا لخط الطن في الساعة او الف كيلو في الساعة الواحدة وزنه حوالة الاتلاف مية وخمسين كيلو جرام بيحتاج الى مساحة عمل تلتمية وخمسين متر وعدد العمال من خمسة الى ست عمال القدرة الكهربية لازال خطة خمسة وتسعين ونص كيلو واط ويمن على كهرباء تلتمية وتمين فولت. طبعا في قطوط اعلى من كده بتصل الى اتنين طن في الساعة وتلاتة طن في الساعة لكن لحقيقة الشركة اللي انا توصلت معاها اه عندها اقصى حاجة اه طن في الساعة الواحدة طبعا انت كبادئ في هذا المشروع تبدأ به الخطوط الصغيرة من الخمسين الى مية خمسة وعشرين كيلو في الساعة ان شاء الله فيه مراحة تطوير ممكن تبدأ به خطوط اعلى من كده. بالنسبة للمواد الخام لهذا المشروع عندنا فيه تلات مواد خام اساسيين. رقم واحد خليط الماكرونة ورقم اتنين زيوتها اطرية ورقم تلاتة الوان طبيعية. طبعا ممكن تشري خليط الماكرونة جاهز منه المصري ومنه الاندونيسي. اه بالاضافة الى الزيوت العطور العطرية. اه الخليط الماكرونة فيه بعض المصانع الكبيرة بتصنعها بنفسها. يعني مش بتشريها جاهز طبعا بيكون اه يعني لو صنعته بنفسها بيكون تكلفها اقل. بيتكون خليط الماكرونة من اه سودا كاوية محلول سيليكات كحول احمر نشادر محلول سليفونجلسرين خل بالاضافة الى ضرورة توفر الوان صناعية وروهائح وزيوت. اه لكن انت كبادية تشري الماكرونة اه عبارة عن شكاير خمسين كيلو زي مطلق فيه منه المصر وفيه منه الاندونيسي. بالنسبة ليه مراحل الانتاج? دي حاجة مهمة جدا مراحل الانتاج عندنا في المرحلة الاولى مراحلات الخلط. ده عن طريق الخلاط بيتم خلط الماكرونة مع الزيوت مع الالوان. وهنا برضو لازم يكون فيه تناسق بين الزيوت والالوان. يعني لو هتعمل صبون بزيت الزيتون مثلا يبقى لازم اللون يكون اللون اغضر. دي كده مراحلات الخلط. مراحلات تانية بعد ما يتم الخلط اه بيدخل الخليط على بلودر فرم بهدف كبس الصبون وخروجه على هيئة فرم. مراحلات تالتة بيخش هذا الفرم على مراحلة تجانس لالوان عشان نحصل على افضل نتيجة عن طريق حجر تجانس. الحاجة اللي بعد كده بيمر الخليط على اتنين مطور. ده بالنسبة للخطوط الكبيرة عشان اه كبس الصبون وخروجه على هيئة مكارونا زائد بار. بنوصل الى مرحلة البار دي المرحلة الخمسة بيمر البار على آآ او مكينة تقطيع عشان يتم التقطيعه الى قطعة صغيرة حسب الحجم والوزنة المطلوب. المرحلة اللي بعد كده مرحلة الستة وهي تشكيل قطعة الصبون عن طريق استنبا او خالب نحاسي على شكل دائري وشكل او شكل مستطيل او شكل بيضاوي. ده حسب اه اختيارك انت ليش شكل مرغوب. مرحلة اللي بعد كده بعد ما ننتهي من مرحلة آآ التشكيل بيتم تغليف المنتج عن طريق مكنات التغليف وده ان شاء الله هنتكلم عليها في الخطوة اللي بعد كده. المرحلة الاخيرة وهي تعبئة المنتج وتكون آآ بكاراتين قبل عملية تخزينه او تجهيزه للبيع. بالنسبة ليه مكنات التغليف. عندنا المكنات التغليف تختلف حسب نوع الخط والطاقة الانتاجية. كمان نوعية التغليف فيه مكنات تغليف باكيات شفافة فيه مكنات تغليف آآ داخل على بكارتون مربعة. فيه مكنات تغليف داخل آآ ورق. ده النوع المنتشر في اغلب المصانح حاليا في الوطن العربي تقريبا. وتوجد منه مكنات تغليف اخرى بيتم آآ خلالها تغليف اربع قطع آآ صابون آآ بغلاف واحد قبل التعبئة بالكاراتين. ومكنات تغليف بيكون فيه منها اليدوي بتحتاج الى عامل. وفيه منها مكنات تغليف اوتوماتيك لا تحتاج الى عمالة. حاجة هنا مهمة جدا آآ لازم اقول لك عليها وهي انك لازم تستعين به آآ كميائي عشان آآ هذا المنتج. هذا المنتج يحتاج الى كميائي علشان المكونات بتاعة المشروع المواد الخام. ويكون على آآ دراية بصناعة الصابون عشان لا قدر الله ما تقعش فيه خسائر في هذا المشروع. كمان ممكن آآ ان انت تشتري الخاملات المطلوبة من منافذ البيع مباشرة عشان تزود ارباحك. وهنا الشرب يكون بسعرها قل لا ممكن تشتريها واسعار الجملة. آآ العمل مستمر بيساعدك على انك تزود السوق وكل ما يحتاجه. كمان حاول ان انت تعين ماندوبين لمحلات البقالة والسوبر ماركت المتواجدة في المنطقة الورية منك او المناطق اللي في المحافظات التانية. ده كان مشروع نهاردة ازاي مشاهدين حاولنا ان احنا آآ ناخد كل ما يتعلق به هذا المشروع من مكينات وآلات مستخدمة. كمان حاولنا ان احنا نقول لك المواد الخام والمكينات التعبية والتغليف. ده كان مشروع نهاردة ازاي مشاهدين اتمنى ان يكون اعجابكم. لكن قبل بداية المشروع لازم تعمل حاجة مهمة جدا زي ما بقول لك في كل مشروع. وهي دراسة حالة السوق من ناحية الطلب والعرض. ودي حاجة مهمة جدا تنزل للسوق وتشوف ايه المطلوب بالنسبة ليه التجارة التجزئة ايه المطلوب بالنسبة لتجارة الجملة. حاول ان ان انت تدرس كمان حالة العرض اللي تروح المصانع بتشوف المواد الخام اسعارها كام. وتشوف المواد الخام كلها سواء المكرونة او الزيوت او الالوان الطبيعية. تروح المصنع وتشوف الماكينة اسعارها كام. وتشوف التقاط الانتاجية المختلفة وتشوف خدمة ما بعد البيع. وتحاول ان انت اه تعين خبير او اه على اقل كيميائي في البداية يكون على دراية با اه كيفية صناعة الصابون. اعزائي مشاهدين اشكركم جدا في نهاية الفيديو. اه شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.